في قطاع العدالة الآن من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح بسيد محمد في هذه الأثناء ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبدالغاني هامل المتابع في قضايا فساد تتعلق بالممتلكات العقارية المنقولة وتحويل عائداتها إلى الخارج والتي تورط فيها رفقة عائلته إلى جانب مسؤولين وولاد سابقين ووزراء سابقين أيضا حيث وجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وتبيض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل حصول على منافع وأيضا للتذكير فإن عبدالغاني هامل متواجد ران الحبس المؤقت بالحراش رفقة ثلاثة من أبنائه فيما استفادت ابنته من الإفراج وتم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية وقبل دقائق من الآن دخل المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبدالغاني هامل إلى المحكمة محكمة الجنح بسيدي محمد ومن المنتظر أن تفتح هذه المحكمة ملفه والذي يتعلق بممتلكات العقارية والمنقولة وتحويل عائلتها إلى الخارج والتي تورط فيها رفقة عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين وأيضا وزراء سابقين ترجمة نانسي قنقر